الله تكمل حافية إن شاء الله هم رح نحكي عن موضوع سهل وبسيط للغاية اللي هي قاعدة الانديريكت ايكوستينز الأسئلة الغير مباشرة هاي القاعدة موجودة في موديول فور يونت سيبن نفس معودكم في السابق إن شاء الله رح نغطي جميع جوانب هذه القاعدة بالتفصيل حسب النمط الوزاري الجديد زاد رح أنه نناقش ونحل جميع الأسئلة الوزارية وأيضا رح أعطيكم ملخص رح يساعدكم على فهم هذه القاعدة بكل سهولة قام أبلش حاب أذكركم لاتسوا تدعمونا القناة في اشتركاتكم ولا تنسوا أيضا تعمل شر اللي جميع زملائكم خليكم يستفيدوا وتعمل فائدة خلينا أبلش أول شي خلينا أبلش في الجزئية اللهم الجزئية المهمة اللي دام تركز عليها الوزارة اللي هو نمط سؤال التحويل كيف بدي أميز أستاذ هاي الجملة إنه بدي إياها على إيش قاعدة إنحلها على قاعدة الانديريكت الموضوع بسيط جدا لاحظ هون في ملاحظة ركز عليها من خلال إن شاء الله إيش رح تعرف وتميز الجملة على أي قاعدة إذا كتحلها أولا نميز السؤال الغير مباشر عندما تبدأ الجملة بواحد من هذه الكلمات يعني عشان أسهل عليك إحنا في عنا إكسبريشنز كثيرة هسا رح نمر عليهم بس أغلبيتهم إيش بتبلش بهذه المقاطع يعني يابن ببلش السؤال من خلال هذه الإكسبريشنز نعرف إنه الجملة لازم نحلها على أي قاعدة قاعدة الإندايريكت إكوستشنز لاحظ هسا في عنا الأكثر تعبير شيوع عن مستخدمي لتقديم اللي هو إيش الأسئلة الغير مباشرة مثل لاحظ نفس ما حكينا could you explain or could you tell me لاحظ I wonder I was wondering مثلا would you mind telling me do you mind me asking مثلا I hope you don't mind me asking do you happen to know or I'd like to know or I want to know I don't know زي متشايفين مثلا I'd be interested to know have you got any idea أو clue أو do أو can you remember أو I can't remember لاحظ هاي التعبير هي الأكثر شيوعا طيب أستاذ نحفظهم لا لا انت بس فقط افهم فهم هايذ التعبير مش فظل منك تحفظه بس أنا قاعد بطلعك إنه كيف بننميز الجملة اللي هي إنه بدنا لازم نحلها على قاعدة الإندايريكت إكوستشنز إذا هاي الجزئية انتهينا منها أكثر ثلاث مقاطع دائما منبلش تمام أو ثلاث اللي هي ثري إكسبريشنز دائما نبلش فيها اللي هي في الأسئلة غير مباشرة راح تلاقي بتبلش do you can أو could you أو I wonder طيب ننتقل لجزئي الثاني هسا في عنا نوعين من الأسئلة اللي انتوا عارفين two types أو questions في عنا السؤال القصير اللي هو yes and no question كيف بدي أعرفه وهو السؤال الذي يبدأ بفعل مساعد لازم نعرف إذا القضية الأولى هسا بعد ما نعرف إن الجملة هاي لازم نحلها لاحظ لازم نحلها على إيش على قاعدة الإندار questions هسا لازم أعرف عشان أحل أبدأ الحل يجب أن أميز نوع السؤال وهو بسيط جدا السؤال قصير وهو الذي يبدأ بفعل مساعد السؤال الطويل wh questions وهو السؤال الذي يبدأ بإيش wh word يعني سهل بسيط جدا هاي الفكرة إنه مثل where when who إلى آخره تمام فعشان نريحكم طيب أستاذ مثلا أنا بعرف شوه الفعل مساعد تمام خلاص تلقائيا إذا السؤال ما بلش إذا ما بلش wh word معناته شو بكون نوع السؤال بكون نوع سؤال إيش لاحظ اللي هو yes or no questions السؤال قصير تمام كمان مرة إذا السؤال لم يبدأ به wh word معناته هو السؤال أي نوع بكون إيش نوع اللي هو السؤال هو سؤال قصير yes or no questions تمام هسا ننتقل لاحظ عشان نميز الأفعال المساعدة ليش هسا رح أحكي لكم ما هي الأفعال المساعدة طيب أستاذ طبعا هاي الأفعال المساعدة لازم نعرفها هاي auxiliary verbs أو helping verbs لاحظ في عنا where to be where to do where to have وعنا المادلز where to be ايش هو is are am was where طب الwhere to do ولاحظوا عليها star يعني فيه إلها طريقة حل وملاحظة خاصة فيها تمام انتبه يعني حط هون عندك ملاحظة انه طريقة حلها مختلفة نوعا ما تمام يعني الverb to do إلها ملاحظة خاصة فيها طيب verb to do إيش هي do does did عنا verb to have اللي هي have has had وعنا المادلز إنتوا عارفين ومتعرف عليهم وإيش هي will would can could shall should may might ومست إلى آخره تمام فإذا هذول هم الأفعال المساعدة باختصار طيب هسا نروح على القاعدة القاعدة الرئيسية اللي هي مثلا كيف بدي أجاوب على السؤال يا أستاذ الموضوع بسيط جدا أنا أملخص لكم إياها بطريقة بسيطة جدا لاحظ القاعدة الرئيسية شو بتحكي لك أولا نضع الكلمة مفتاحية حسب نوع السؤال إذن إحنا اتفقنا في البداية إنه لازم نعرف ما هو نوع السؤال يعني نحدد نوع السؤال هل هو سؤال قصير أو سؤال طويل هل سؤال هو yes أو no questions ولا wh اللي هو questions فbe careful أول إشي لازم نميز طيب بعد ما نميز نضع أول إشي الكلمة المفتاحية حسب نوع السؤال طيب إيش هي الكلمة المفتاحية لاحظ حسب بالنسبة للسؤال قصير yes أو no questions الكلمة المفتاحية إيش هي if أو whether if أو whether طيب طيب إستاذ شو نعتمد لاحظ دائما اعتمد if دائما أنا عشان نهست في خلال شرحي راح نلاحظ كي بدنا نسهل الأمور كيف دائما اعتمد if أما whether في حالة يعني بشرط متى من استخدم whether بشرط إيش هو الشرط لاحظ في حال وجود or في السؤال في حال وجود or في السؤال عند الحل نضع whether يعني إجباري بدلا من if فbe careful be careful على هاي الملاحظة إذن دائما إحنا مع السؤال القصير yes أو no questions تمام لنبدأ أجي حط أضع الكلمة المفتاحية بلش أحل أضع كلمة المفتاحية نضع دائما if باستثناء عندنا استثناء إيش هو الاستثناء be careful ضروريها إيش هو في حال وجود or في السؤال في حال وجود or في السؤال عند الحال نضع إيش whether إجباري يجب أن تضع وذر لهي بدلا من if إذن هاي انتهينا من الجزية الأولى إذن كلمة المفتاحية للسؤال القصير هي if أو whether حكينا دائما if باستثناء إيش whether في حال وجود or في السؤال نضع whether بدلا من if طيب ننتقل الكلمة المفتاحية في الwh يعني الwh question بسيطة جدا هذا الموضوع شبيه للreport speech على كل حال طيب الكلمة المفتاحية إيش هي نفس هالwh يعني نضع نفس الكلمة الwh الموجودة في السؤال إذن ما هي الكلمة المفتاحية في الwh question هي نفس الكلمة wh يعني إذا كان يبدأ السؤال بwhere نضع where هاي هي المفتاحية إذا كان يبدأ به نضع هو إذا كان يبدأ به وين نضع وين تمام هي نفسها طيب الخطوة الثانية لاحظ هس إحنا من بل إيش بنحكي نحكي عن كيفية الحل كيف أجاوب على السؤال حكينا من بعد ما نضع كل مفتاحية لكل سؤال حسب نوع كل سؤال شو من يجي نضع نضع الفاعل ومن ثم الفعل إذن الترتيب شو بدي يكون فاعل ومن ثم فعل يعني ترتيب جملة عادية فاعل 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 لأنه دائما مع الأسئلة بكونوا معكسين يعني في فاعل وثم فاعل لا إحنا بنعكس من رجع زي كأنها جملة طبيعية يعني نضع الفاعل في البداية ومن ثم الفعل فيصبح التركيب كالآتي حسب نوع السؤال نضع كل مفتاحية إذا كان سؤال قصير if أو whether حكينا WH questions لما يكون في عنا WH word نضع كلمة WH إذا هاي هي مقطع حكينا هذا الجزء الجزئية هاي اللي هي كلمة مفتاحية شو بديتجي بعديها لاحظ لازم هسا شو نضع نضع الفاعل ومن ثم الفعل فا بكارفول نضع ومن ثم الفعل خلينا نشوف كيف نحل لاحظ مثلا بيجيك جمل بيجيك سألك السؤال كيف بديتعرف خلاص مدام سألنا do you can أو could you أو مثلا I wonder إلا آخر فبتلاحظ إنه هذا طالب عيقاد نحل اللي هي عن indirect questions تلقائيا أول شيء بحدده نحدد نوع السؤال عشان نضع الكلمة مفتاحية لاحظ إيش بلش السؤال ب يعني فعل مساعد برضو عشان أريحك خلاص ما في عنا db h word معناته إيش سؤال قصير خلاص سؤال قصير طيب حكينا حددنا نوع السؤال نضع كل مفتاحية إيش هي كل مفتاحية F خلاص تلقي يعني ما في or يعني نضع F بعد هيك شو بعمل لاحظ نضع الفاعل ومن ثم الفاعل هاي كل فكرة بس فنضع إيش هاي الفاعل there ومن ثم إيش is يعني هون طريقة القلب إحنا نجي طريقة إيش القلب يعني منقلب يعني بتصير هاي الكلمة هي الفاعل في البداية ومن ثم إيش بيكون بعد إيها إيز فبتصير if there is ومن كمل باقة جملة كما هي من كمل باقة جملة إيش كمية لاحظ الفكرة بسيطة جدا مثلا بالنسبة له هذا السؤال where is the bank لاحظ بيجي سألنا could you tell me بلش سؤال ب could you خلاص معناته هاي سؤال شو نوعه يعني شو طالب عايقادي نحل على اندار كوستينز طيب كي بدي أجحل بحدد نوع السؤال لاحظ إيش بلش dvh ويرد معناته المفتاحية بعدين شو بعمل لاحظ حكينا طريقة القلب يعني منقلب إيش اللي منقلب فيه لاحظ نبدأ بالفاعل ومن ثم الفعل فاعل فعل هيك فنضع the bank ومن ثم إيش is بس هاي كل فكرة مثلا نروح هون will they be alright لاحظ I wonder خلاص أوش شو منحدد نوع السؤال ما في dvh معناته أي شو نوع هذو السؤال لاحظ helping verb بعدين سؤال قصير نضع كلمة مفتاحية إيش كلمة مفتاحية f من ثم شو بعمل بعكس بقلمة بين subject والverb فنضع إيش الفاعل اللي هي they ومن ثم الفعل will وبكمل وباقة جملة كما هي مرال بعدها لاحظ how long has مثلا she known him لاحظ I'd like to know حددنا هذو إيش لأي قاعدة قاعدة إيش ال indirect questions طيب بجي بحدد نوع السؤال شو نوع السؤال لاحظ بلش بإيش wh word معناته هو سؤال طويل إيش هي كلمة مفتاحية نفسها نفس الكلمة how long نضع how long كما هي طيب بعدين شو بعمل منقلب ما بين الفاعل والفعل فمن بلش بالفاعل ومن ثم إيش الفعل ونكمل باقي الجملة كما هي فنضع شي بعد ال wh ومن ثم هاز ونكمل باقي الجملة كما هي إذن هذه هي الفكرة العامة والقاعدة ككل طيب ننتقل هسا لجزئية مهمة جدا حكنا لكم مع اللي هي لاحظ مع اللي هي الأفعال المساعدة verb to do مع ال verb to do حطينا عليه star وحكنا لكم فيه طريقة حل إيش هو ال verb to do ولاحظ أنا حطي لك ملاحظة questions with do does dead نحول على نفس ترتيب القاعدة الرئيسية والكلمة المفتاحية لكل من إيش wh question yes or no question يعني أول شي أنتو عارفين يعني إيش هو الترتيب المقصود فيه يعني المقصود فيه أو ما باجي أحل منحدد نوع السؤال قصير أم طويل نضع الكلمة المفتاحية عاد الوضع طبيعي طيب بعد الكلمة المفتاحية نفس الترتيب إيش هو الترتيب نفس ما اتفقنا subject verb هيك ننمشي بعد كلمة المفتاحية subject verb ولكن السؤال رح يحتوي لاحظ على الأفعال المساعدة اللي هي do does dead كيف بدي أتعامل مع هذا السؤال أول إشي وظيفة do does dead تحدد شكل الفعل في الجملة ومن ثم تحذف كما يلي نحذفها يعني لاحظ إذا أجع لنا do في السؤال لاحظ do تدل وتحذف إيش هي تدل وتحذف إيش تدل بأن زمن الفعل الرئيسي الذي بعده هو مضارع بسيط verb 1 لاحظ زمن الفعل الرئيسي الذي بعده هو إيش مضارع بسيط verb 1 والفاعل جمع الفاعل شماله جمع ويبقى الفعل كما هو اللي هو verb 1 مجرد هذا شو حاط أنا علي ملاحظة السؤال هدية يعني المقصود شو لاحظ المقصود بعد ما نحدد نوع السؤال نضع كلمة مفتاحية إذا كان عندي do نحذف do لاحظ إنه خلص بيجي بحكي لك هو أصلا بعدها بيجي إيش الفعل verb 1 بس هاي خاصة في do لأنه الفاعل جمع أصلا يأخذ verb 1 بس فشو بنعمل نحذف do ونكمل باقي الجملة كما هي بس ما رح نعمل أي تغيير آخر يعني نضع فقط الكلمة مفتاحية بعد الكلمة المفتاحية نحذف do وبعدين نكمل الجملة كما هي دون أن تغيير فعشان أنا حطركم عليه سؤال هدية إذا جاكم في الوزارة يعني هذا السؤال هدية فقط احذف do ضع كلمة مفتاحية وكمل باقي الجملة كما هي دون أي تغيير مروح لو كان عندنا does does تدل وتحذف طيب شو تدل لاحظ تدل بأن زم الفعل الرئيسي الذي بعده هو مضارع بسيط verb 1 والفاعل مفرد لاحظ مدام الفاعل مفرد وبدأ أحذفها لاحظ يحول الفعل يحول الفعل إلى إيش لاحظ verb 1 بضيف له as es أو is حسب نوع الفعل يعني وهي الأمور شرحناها في قاعدة المضارع البسيط حكينا إذا مثلا انتهى الفعل اللي هو bx o ds ch أو sh نضع es ليش لأنه الفاعل مفرد طيب إذا كان مثلا الفعل ينتهي الفعل ينتهي ب y وقبله حرف ساكن مثل study شو منعمل نحذف ال y نضع i es لاحظ أما باقي الأفعال أخرى تأخذ فقط s للفعل ليش أستاذ هون ضفنا لاحظ لأنه الفاعل شو ماله مفرد لأنه مفرد هنا يا جمع هنا خلص verb 1 base مو أصلا نأخذ verb 1 base من كم باقي الجملة كما هون لا في هاي الحالة يجب أن لاحظ نصرف أو نحول الفعل كالآتي اللي هو ننضف له s أو es أو is حسب نوع الفعل أما في حال did أيضا انتبه لها إذن الوزارة عادة راح نشوف السلسل الوزارية بتركز عادة على does و did ليش لأنه لازم يتغير الفعل فيهم لازم يتغير الفعل فيهم لاحظ did تدل وتحذف إيش بتحكي لك تدل بأن زم الفعل الرئيس الذي بعده هو ماضي بسيط verb two أصله verb two لأنه حكينا بعد do does did يأتي verb one base تمام فأنت عشان تعرف تميز كيف بدأ صرف الفعل أنا بدأ صرف verb two بناء ع did did بتحكي لك الزمن للفعل الرئيس الذي بعده هو verb two حول لverb two من بعد حذف did تمام ويحول إلى إيش الفعل يحول إلى إيش verb two خلينا نشوف الأمثلة كيف لاحظ لم يجي يحكينا مثلا what do you want سؤال what do you want can you tell me طيب نعرف إنه من can you أو could you إلى آخر إنه الحل على قاعدة indirect questions أول إشي باجي بحدده اللي هو نوع السؤال wh ولا yes أو no question باجي بتطلع بلشت الجملة wh word معها wh طيب شو الكلم المفتاحية هي نفسها نضع what تمام لاحظ باجي بدي أصرف هسا زي متعارفين هنا الفعل مساعد do do does did لهم حل خاص فيهم be careful مش منقلب لا هنا لهم حل خاص وشو تدل وتحذف تلقائيا حكي do تدل بأنه زمن بعد مضارع بسيط verb one وحكينا لأنه أصلا الفاعل جمع يأخذ verb one بس يعني شو بدو يصير هون لاحظ سؤال هدية فقط نضع لاحظ what هيك المفتاحية عنا do نحذف do ومن ثم نكمل باقة جملة كما هي دون أي تغيير فبتصير what you want بس عشان هيك ايش حطينا هون سؤال هدية طيب بروح الساعة الأصعب شوي وهون لازم تركز طبعا هون في ملاحظات زي متشايفين انه مثلا دائما اذا وردت كلمة excuse me أو please في الجملة يتم حذف عند الحل يعني تحذف ما لها دخل في التحويل لاحظ هون الجملة مثلا excuse me where does the meeting take h طيب نضع كلمة مفتاحية اشهل كلمة مفتاحية نفس الكلمة where where تمام باجي بتطلع شو عندي فعل مساعد عندي does ايوه منذج من تذكر do does did تدل وتحذف does شو بتدل تحكي لك الفعل الرئيسي الذي بعده هو ايش اصله fair one مضارع بسيط طيب تيجي تحكي لك لأنه السبجيكت مفرد لما تيجي تحذفها ضيف للفعل s is be careful اللي بن سيضيف للفعل او يصرف وغني جي نحكي حوله السؤال كاملا غلط be careful يعني ما في تهاون هون فبني جي نحكي بعد حذفها خلاص وضعنا الفاعل زي ما هو لأنه أصلا جاهز زي الجملة تمام نضع الفاعل ومن ثم يجب أن نصرف الفعل هذا take شو ياخذ ياخذ s فبتصير takes place طيب نروح البعدها مثلا بيجي بالسؤال بيجي يقول لك did you solve that puzzle طيب I wonder أول إشي شو لازم نضع نضع كلمة مفتاحية شو نوع السؤال عندي نوع السؤال yes أو no يعني بلش ب اللي هو فعل مساعد معناته شو يأخذ يأخذ if إذن هاي الكلمة مفتاحية تمام وضعنا if بعدين نيجي نتطلع شو في عنا الفعل مساعد لاحظ عنا did do does did تدل وتحذف did شو بتحكي لك بتحكي لك الفعل زما الفعل الرئيسي الذي بعدي إيش هو أصله ماضي بسيط يعني حوله لverb to بعد حذفها نحذف لاحظ نضع you نفس ما هي solve شو بدأ تصير بدأ تصير solved تصرف للverb to ومن ثم نكمل جملك كما هي طيب ظل عنا ملاحظة بسيطة بيقول لك إذا هذه الكلمات إيش هي هذه الكلمات how many how much which أو who's بي كيرفول إذن هون لما يكون السؤال شو نوعه WH WH question لاحظ مع هذه الكلمات اللي هي WH word لاحظ how many how much which أو who's إذا تتبعت باسم مباشرة إذا تتبعت باسم إيش مباشرة يعني لما يقول لك مثلا which car بعدين did أو do الآخر تمام شو بيصير لاحظ كيف لما أجي أقول لك مثلا which countries did she visit أول إشي do you know خلص عرفنا إنه نمط السؤال لاحظ ننحل عيقة عدية نداري questions تمام ناجي نضع الكلمة مفتاحية كيف بد أعرف بلش السؤال بإيش لاحظ ب اللي هي WH word حكينا الكلمة مفتاحية هي نفسها إيش أجي بعديها لاحظ noun اسم ومن ثم الفعل المساعد إذن بضع which countries مع بعض كأنها كلمة واحدة فبأحكي which countries بعدين مروع الفعل المساعد حكينا عنا did do does did تدل وتحذف نحذفها تحكي لك إيش did بعدين إيش أصل الفعل الرئيسي زمنه إيش بيجي بحكي لك هو verb 2 من حوله verb 2 ف which countries نضع ال subject ومن ثم إيش الفعل يحول لverb 2 من بعد حذف did طيب نروع مثلا عن نمط سؤال ثاني اللي هو سؤال لاحظ كيف ننحل هنا بدون ما يكون في do أو does أو did مثلا بيجي بقول لك whose car was it could could you let me know لاحظ ميزنا أن السؤال could you إلى آخر in direct question نضع كلمة مفتاحية بلش بإيش السؤال لاحظ بلش بwh نضع كلمة لإيش wh كلمة مفتاحية كما هي شو بعمل لاحظ أدعو عنا بعد whose noun ومن ثم الفعل المساعد بهاي الحالة شو لاحظ هذا النoun يكون إيش يوضع معها كأنها كلمة واحدة فمنحكي whose car هي كلمة مفتاحية بعدين شو بنعمل لما يكون عنا مثلا أفعال مساعدة غير do does did بنقلب على قاعدة إيش القلب يعني بنصير نضع إيش الفاعل it ومن ثم إيش was كما هي تمام إذن هاي الفكرة بسيطة بس حبينا إيش ننوه على بعض هذه الملاحظات عشان نمشي هسا في الشرح طيب هسا ننتقل لجزئي أخرى the questions with mind the questions with mind يعني رح يجيك في تعبير فيها mind هذا المقصود فيها إلها طريقة خاصة فيها هي بسيطة جدا بس ولكن لازم نركز تمام لاحظ في عندي ملاحظة أول إشي we use اللي هي the phrases اللي هي تعبير would you mind زائد verb ing أو do you mind زائد verb ing لإيش لاحظ form هو هاي الصيغة to ask people politely to do things يعني عشان نسأل الناس أو الأشخاص بشكل مؤدب بقيام بأمور يعني معينة طيب لاحظ في ملاحظة would you mind عشان تعرف إنه هدول الثنتين نفس الإشي هاي الفريز نفس الإشي نفس المعنى بس شو اللي بيختلف يعني شيء ضمني اختلاف ضمني would you mind is more polite and more common يعني هي أكثر تهذيبا وأكثر شيوعا طبعا هسا أنت كطالب توجي ما بهمنا شو ما يجب اللي السؤال شو ما يجب اللي يعني السؤال سواء هاي ولا هاي هو الحل واحد أنا بهمني أحل صح لاحظ كيف إحنا إيش حكينا هون يأتي بعدهم إيش verb ing فبي كارفول خطوات الحل إيش نضع بعد mind كلمة telling me لم يجي قلك would you mind أو do you mind شو لحالك تلقى تضع تضع كلمة telling me ومن ثم إيش لاحظ نحول على نفس ترتيب القاعدة الرئيسية والكلمة مفتاحية لكل من اللي هو إيش yes أو no question وwh question يعني بس فقط شو اللي بيختلف بيجي اسألك would you mind شو نضع أول إيش كلمة telling me ومن ثم إيش بتحل على نفس الترتيب ونفس الكلمة مفتاحية ما اختلف إيش تمام ولاحظ هون في ملاحظة دائما يأتي بعد فعل mind شو verb ing هاي في حال لو جبوا لكم ياه السؤال نمط إيش خيار من متعدد be careful تمام فإحنا ماشيين خطوة خطوة طيب خلينا نشوف كيف كيف ننحل لاحظ بيجي بقول لك when did she leave نفس ما كنا نحل في السابق ما اختلف إيش تمام اللي اختلف شيء واحد اللي هي expression أو phrase المعطين إياه بيقول لك would you mind طيب مدام عنا mind شو لازم نضع أول إيش كلمة telling me نضع كلمة telling me بعدين إيش روح حل نفس ما كنا نحل في السابق اللي هي ترتيب الجملة ومن أحكي المفتاحية بعد جبت طلع شنوع السؤال WH خلص نضع اللي هيك المفتاحية إيش نفسها WH بعدين شو بعمل لاحظ عندي فعل مساعد إيش هو did حكينا do does did تدل وتحذف بحذفها بتحكي للفعل يعني زم الفعل رئيس اللي بعد إيش هو verb 2 يعني حول الفعل لverb 2 فنضع إيش ما بتيجي إيش do does did الترتيب بيكون جاهز بعد الحذف تمام بيكون الترتيب جاهز ما في قلب يعني تمام بيكون الترتيب جاهز فقط إنه إيش شو منا نحول منا نحول الفعل بدنا نحول إيش نغير على الفعل فبتصير وين بدين نضع شي والفعل هون يحول لverb 2 لأنه dead شو بتصير left طيب روح على بعديها مثلا what is her name طيب بيقول لك do you mind ما دام عنا do you mind هونا mind كلمة mind لاحظ شو لازم نضع أول شي اللي هي كلمة telling me نضع إيش telling me ومن ثم شو بنعمل لاحظ من حل على نفس ترتيب القاعدة الرئيسية وكلمة مفتاحية نيجي نحكي لأنه عنا what معتو wh نضع إيش هاي الكلمة مفتاحية نفسها what بعدين عنا هون إيش لاحظ verb to be يعني أي helping verb غير do does did هون لازم نقلب شو بنعمل لأنه نلقى إيش بتقول لك subject verb subject verb بعد كلمة مفتاحية فشو بنعمل نضع telling me كلمة مفتاحية her name ومن ثم إيش اللي هو verb is طيب نروح لبعديها do they speak English would you mind لاحظ أول إيش شو بنعمل عندنا would you mind في عندنا mind شو بنعمل بعدها نضع تلقائيا telling me بعدين إيش منحل على اللي هو نفس ترتيب القاعدة الرئيسية كلمة مفتاحية نيجي نحكي بلش السؤال إيش لاحظ do خلص مدام ما في wh معنات هالسؤال إيش قصير نضع كلمة مفتاحية اللي هي F طيب بعد telling me F من ثم عندي do لاحظ حكينا do does dead تدل وتحذف أنا مركز عليهم يعني متعمد بهذا الشيء لأنه دائما الوزارة بتركز على هذا يعني على هذا اللي هو helping fair do does dead بتركز عليهم لأنه نوعا ما بربكوا إلى حد ما يعني فعندنا هون لاحظ do تحذف لما تجي تحذف بتحكي لك الفعل اللي هو ايش زمنه لاحظ اللي هو مضارع بسيط verb 1 ولأنه لاحظ بكون الفاعل جمع يبقى كما هو verb 1 وحكينا معدو هو بكون سؤال هدية يعني بعد حكينا لأنه mine telling me وضعنا كلمة مفتاحية شو منعمل تحذف وبنكم الباقي الجملة كما هي دون أي تغيير بتصير they speak English مرال بعديها does mona like italian مثلا food do you mind حكينا مدعنا mine تلقي شو نضع كلمة telling me طيب بعدين منحدد نوع السؤال ما في WH خلص معناته ايش هو هذا السؤال سؤال يسأن question يعني نضع كل مفتاح F هي F طيب بعدين شو بنعمل عندي does تذكر do does did تذل وتحذف تحكي لك أنا بعدي زمني هو ايش هو اصله مضارع بسيط لاحظ والفاعل مفرد فغير على الفعل ضفله S E S I S حسب نوع الفعل طيب حذفناها وضعنا ال subject لأنه معدود does did بكون الترتيب جاهز بعد الحذف هاي مونا طيب بعدين شو بنعمل بنطلع الفعل يضفله S ولا E S ولا IS هم الأفعال اللي يأخذ A S نضع Likes ومن ثم ايش منكمل باقي الجملة كما هي أعتقد أن الفكرة واضحة 100% فقط هون شو وضفنا هي فكرة مع ايش السؤال مع Mind شو لازم اوش في البداية نضع telling me بعدين منحل على ايش لاحظ نحول على نفس ترتيب قاعدة رئيسية والكلمة المفتاحية لكل نوع سؤال ظل عندنا هسا في أمر لازم نركز عليه المنهاج نركز عليه تمام وحاولت قدر المستطاع أنه سهل عليكم بس هذا مطالب أنت في حسب نمط اللي هو الوزارة الجديدة اللي هو التحويل في حاله بدأت الجملة لاحظ ب Can you suggest أو please verb me يعني رح تجيك هلي ايش please تعبير please بعدين مع أي نمط لاحظ مع نمط أسئلة Would أو Do You Mind شو بنعمل الصيغة هون لاحظ بسيطة جدا وأسهل من اللي نقشنا أسهل بكثير من نقشنا بس برجع بكرر التحويل هون في حاله بدأت تجمل بإيش لاحظ Can you suggest وتكملة أو please بيجي فعل هون verb me وتكملة مع أي نمط أسئلة مع نمط أسئلة Would أو Do You Mind شو بنعمل في هذه الحالة باختصار شو بنعمل نحذف Can you هاي Can you إذا أجاك يعني نمط السؤال Can you suggest وتكملة نحذف أيش Can you أو please لو أجاك هذا النوع يعني من الأسئلة إيش هو please verb me نحذف إيش إذن شو بنحذف يا can you مع هذا النمط أو please مع هذا النمط من الجملة ثم نضع إيش للفعل لاحظ ing ومن ثم نكمل باقة الجملة كما هي لأنه إحنا شو اتفقنا بعد إيش would أو do you mind يجب أن يأتي الفعل verb ing ما فيها تمام فلاحظ شو بنعمل باختصار نحذف can you أو please من الجملة ثم نضع للفعل هو هذا الفعل الرئيس نضف له ing أو لا suggest نضع لها ing ومن ثم نكمل باقة الجملة كما هي دون تغيير خلينا شو كيف الأمثلة لاحظ بيجي بيجيك سؤال زيه Can you suggest a good hotel in Paris do you mind هيك بيجيك السؤال لاحظ إيش بلش السؤال Can you و suggest طيب شو بنعمل القائد بتحكي لك احذف can you نضع لها suggest ing وبعدين من يكمل باقة الجملة كما هي دون تغيير فقط طيب تصير do you mind suggesting a good hotel in Paris وراء المثال البعده مثلا can you suggest some interesting apps اللي هي applications طيب do you mind لاحظ بيجي بطلع إيش بلش السؤال can you suggest طيب شو بعمل بحذف can you ومن ثم نضع لل إيش suggest ing وبكمل باقة الجملة كما هي دون أي تغيير طيب انطبقت عليها طريقة الحل إنه إحذف please نضع للفعل الرئيسي ing ومنكمل باقة جملة كما هي دون أي تغيير فبتصير do you mind helping me to tidy my box وراء البعديها مثلا please give me an idea of the cost بيجي بولك do you mind ما دام مع do you mind لاحظ إيش structure please verb on base بعدين me طيب انطبقت عليها هذا النوع من التحويل إيش هو بحكي لك إحذف please ضع للفعل الرئيسي اللي هو اللي بعدين مباشرة ing بعدين نكمل باقة جملة كما هي دون أي تغيير أعتقد إنه هاي الفكرة بسيطة جدا وواضحة بس حبين إيش اننوه عليها فbe careful مع هذا النوع من التحويل مع أي نمط أسئلة لاحظ مع would أو do you mind طيب لاحظ فعلا ملاحظة هاي ملاحظة بسيك احترازية إذا كان الفعل ing موجود بعد mind يعني بيجي بيقول لك do you mind تمام ووضع لك ing طيب شو نعمل في الحالة مدام هم عطينا ing يعني ملزمنا بدل telling me المقصود فيها بدل ما يعطيني telling me أعطاني expression ثاني بس هنا في هاي الحالة في هاي الحالة رح خلص بدل هاي الكلمة شو بنعمل طيب في هالحالة هل أجي أحط كمان telling me لا نهائيا شو بنعمل هيك سهل علينا شو هنا يعني نحل مباشرة على القاعدة الرئيسية ونحول على نفس ترتيب القاعدة الرئيسية وكل مفتاح حسب نوع كل نوع يعني زي إذا عطاك أي فعل ing بعد mind من ضمن اللي هو إيش تركيب السؤال إذا عطاك خلص ing بقول لك حل مباشرة على إيش على القاعدة الرئيسية حسب الترتيب وحسب المفتاحية حل زي كالنسؤال عادي طيب خلينا نشوف مثلا بيجي بقول لك is there a pharmacy nearby طيب do you mind me asking لاحظ إذن بعد mind شو أعطاني asking هون غير التركيب ما عناش مشكلة مدام أعطاني ing خلص تلقائيا شو بحل بحل على إيش اللي هي القاعدة الرئيسية والكلمة المفتاحية حسب كل نوع سؤال باجي بتطلع ما فيه WH خلص تلقيا هاد سؤال قصير كلمة المفتاحية هي F هاي وضعنا F لاحظ شو بنعمل هنا لأنه verb to be طريقة القلب نضع there subject ومن ثم الفعل ومنكمل باقة جملة كما هي مروا على البعديها مثلا have you seen my dog do you mind me asking بيجي بقول لك هاي عطاك ing من ضمن إيش التركيب طيب شو بنعمل تلقائيا على ترتيب قاعدة الرئيسية كلمة المفتاحية باجي بتطلع ما فيه عنه WH معانته سؤال قصير كلمة المفتاحية F بعدين شو بنعمل لاحظ لأنه ما فيه do أو does أو did خلص على طريقة القلب على طريقة إيش القلب شو بنعمل نعكس نضع أول إشي ال you اللي هو subject ومن ثم الفعل have ومنكمل باقة الجملة كما هي وروع البعديها مثلا how old are you do you mind me asking أعطاك اللي هو إيش asking يعني الفيرب آن جي موجود شو بنعمل حلعة القاعدة على السريع قاعدة الرئيسية مباشرة باجي بتطلع شنوع السؤال لاحظ بلش بإيش WH معناته سؤال طويل نفس الكلمة إذا كلمة مفتاحية إيش هي نفس هذه الكلمة WH نضع how old هيا وضعنا إيش how old ومن ثم شو بنعمل لأنه ما فيه عنه do أو does أو did خلص طريقة القلب شو بنعمل منقلب ما بين الفاعل والفعل منبلش بفاعل ومن ثم الفعل طيب وروع البعدي ها why do you study English do you mind explaining لاحظ أعطاك هون مثلا ده asking explaining أعطانا الفعل فيرب آن جي شو بنعمل حلعة ترتيب القاعدة الرئيسية والكلمة المفتاحية باجي بتطلع شو عنا why معناته WH question نفس الكلمة هي هاي الكلمة المفتاحية نضع why بعدين شو بنعمل آه لاحظ في عنا do does did do does did حكينا تدل وتحذف وبكون أصلا ترتيب الجملة بكون جاهز بعد الحذف بكون إنا إيش جاهز ترتيب الجملة نحذف الدو بحكي لك هون الفعل رئيسي وأصله مضارع بسيط بربا ولأنه الفاعل جمع دايما بعد دو يبقى كما هو وهذا سؤال هدية حطينا اللي هو الكلمة المفتاحية y حذفنا بعدين إيش منكمل باقة جملة كما هي دون أي تغيير طعم عشان سهل عليكو أكثر لاحظ في عنا ملخص تحويل أفعال ملخص تحويل أفعال اللي هي من بعد وضع الكلمة المفتاحية لكل نوع سؤال يعني من يجي نحكي سؤال قصير F سؤال طويل اللي هي نفسها WH word طيب هس عنا الأفعال كيف بدي أحول موضوع بسيط لاحظ شو ملخص لك في عنا حالي رقم اللي هي number 1 و 2 و 3 لاحظ كيف الحالي رقم 1 و 2 و 3 يكون تحويل من خلال القلب ما بين الفعل والفاعل منعكس تمام يعني نضعش الفاعل و ثم الفعل إذا من خلال القلب طيب أول إشي مع الverb to be يعني am is are was were مثلا طلع كيف نمط السؤال عملك مثال على كل اللي هو السؤال قصير سؤال طويل عشان ما نطول لاحظ was he late for the meeting لاحظ كيف can you tell me طيب كيف بدي حل يستاذ لاحظ سؤال قصير كلمة مفتحية f بعدين شو لاحظ عنا verb to be was شو منعكس نقلب طريقة القلب ما بين إيش الفعل والفاعل فبتصير فبتصير الفاعل في البداية ومن ثم الفاعل منكمل باقي جميل كما هي فبتصير he بعدين was ومنكمل باقي جميل كما هي هون نفس الاشي لاحظ where is do you know لاحظ عنا نوع السؤال الطويل نضع نفس الكلمة المفتحية where ومن ثم إيش منقلب عنا verb to be as شو بتصير نضع فاعل ومن ثم فعل طريقة القلب علي بعدين is هون نفس المبدأ عنا الmodels أو future اللي هو simple اللي هي will كان إلى آخر طيب لاحظ السؤال بقول لك could you baby say tonight طيب لاحظ I was wondering طيب عرفنا من كلمة wonder إنه إيش السؤال بده بدينا نحل على إيش إقع under questions تلقائيا سؤال قصير ما في WH نضع F بعدين عنا models خلص محلول وجاهز بقول لك إيش مدع عنا models نفس verb to be طريقة القلب نضع فاعل ومن ثم المودلز هو الفاعل المودلز بنكمل بقى جملة كما هي طويل مبلش بكل مفتاحي نفس هي when بعدين شو عنا models مدع عنا models شو بنعمل طريقة القلب نضع subject ومن ثم المودل فبتصير they ومن ثم will ومنكمل باقي جملة كما هي نفس الاشي هون ل present perfect هل هل تلقائي the door بجبس هون I'd like to know طيب كيف عرف مدام ما عنا WH خلص نضع F مفتاحي وسؤال قصير مدام عنا لاحظ اللي هو present perfect present perfect بلقش has وhave زي verb ثري فبنقلب بين has وhave طبعا فبتصير لاحظ نضع الشيء الفاعل طريقة القلب ومن ثم have ومنكمل باقي الجملة كما هي هون نفس الاشي what has Sarah bought for her brother do you know سؤال طويل بلش بWH نضع هاي لكن مفتاحي نفسها لأنه في عنا لاحظ has اللي هي حكينا verb to do هاي حكينا اللي هي الافعال المساعدة verb to be والmodels والverb to have والverb to have نفس المبدأ نفس المبدأ هاي من خلال القلب فبتصير ايش لاحظ نقلب اللي هي بتصير ايش بعد اول شي Sarah subject ومنكمل باقة الجملة كما هي بظل عندنا حالة رقم اربعة و خمسة اللي هي ايش لاحظ يكون التحويل الزمن على مبدأ تدل وتحدها قاعدة do does dead فقط اذا كل الافعال رح تمر معك رح نحلع طريقة القلب باستثناء ايش لاحظ do does dead ليش لان اصلا بتكون الجملة جاهزة احذف وانا اصلا هود السؤال بكون وضع لك السبجكت بعد do does dead تمام باستكون جاهزة ما في قلب هاي الحالة ما في قلب شو بهاي الحالة نحل على مبدأ تدل وتحذف يعني من نغير على الفعل بدنا نغير هون ايش على الفعل هون ما في تغيير هون في قلب هون شوف فيه هون هون في تغيير وين على الفعل تدل وتحذف مع do does لاحظ مع do و does نفس ما اتفقنا تدل وتحذف بس يعني في قلب لا ما في قلب ليش الجملة جاهزة اول اشي منحدد شو نوع السؤال سؤال قصير ما في خلص نضع لاحظ ما لنه نبلش في does نحذف زي ما تشايفين حذفنا تحكي لك الفعل البعدي هو زمن present simple لانه الفاعل مفرد ضيف للفعل s e s i s حسب نوع الفعل فنضع هون if حذفناها شين زي ما هي هون نروح على الفعل لانه مفرد شو من نضيف s e s i s speak شو بتوخل speaks بعدين ايش انجليش مروح البعديها where do you live ما يجي نطلع عن نوع السؤال i'd like to know لانه سؤال w h نضع نفس الكلمة هي مفتاحية نحذف do لاحظ do حكينا هاد سؤال هدية بيجي بيحكي لك الزمن البعدي هو present simple لانه الفاعل جمع نضع الفعل نفسه هو verb on base اذا لا يطرأ تغير خلص تلقيين نفس ما هي الجملة من بعد كلمة مفتاحية نفس ما هي نحذف do بتصير ايش يولف نفس الترتيب ونفس الاشي طيب مروح على مثلا dead في حاله كان فعلنا dead نفس المبدأ ونفس الفكرة تدل وتحذف حكينا سؤال قصير نضع F بعدين شو لاحظ هون ما في قلب هون شوفي عنا تغيير على الفعل dead بتحكي لك زي ما الفعل الرئيس اللي بعدي هو أصله verto فحوله لverto فبتصير سامي هون ايش حول verto cold شو بده تصير cold وايش وبتكمل البعدي ها نفس الاشي هي when did you arrive السؤال w h معناته شو لازم اعمل لانه w h نضع نفس الكلمة هلية كلمة المفتحية هون نحذف dead بتحكي لك بعدي هو أصل الزمان ايش verto وحول لverto فنضع u نفس ما هي ومنحول الarive تصير لأيش لكلمة arrived هاذ هو الملخص هسه رح نمشي رح امر على الأسئلة بشكل سريع وراح نحل بعض الأسئلة اللي أجت وزارية وغيرها بشكل سريع بشكل سريع بشكل سريع محطب يقدروا محطب كلمة المفتحية خلينا نحل نبلش في الأسئلة هذا نمط السؤال احتمال يجيك نفسه نفس المبدأ بس على إيش خيار من متعدد كيف بدي أتعامل مع لاحظ هذا السؤال لم يكون معطينك اللي هي كلمات مفتاحية كيف بدي أبلش فيه السؤال كلمات مفتاحية كيف بدي أتعامل معه طيب هم رح يعطيك إنه يا هيك بشكل هيك معقد رح أعطيك أربع خيارات أكيد ثلاث ما إلهم على قبضة الإجابة هس الوضع الطبيعي في الأسئلة زي ما بتو شايفين مثل ما تجيك Do you know We can take water into the exam الوضع الطبيعي في هذا السؤال لاحظ إذا كان طبعا إجابة هي فقط بين إنه مثلا إف فهي بتكون إيش طبعا إف نفس ما هي فبكون حل إف ليش ما في عنا أور تمام وبكون هو طبيعة السؤال معطيك شغلات ما إلها دخل طيب مرو على الثانية كيف بدي أميز أنا هاسا بدي أمبلش إحنا راح نصير نميز بين إف وغيرها هاسا لما هيجي نمشي مع هذه الجمل وركزوا عليها مثلا Can you tell me فراغ This book costs طيب مدام لاحظ سألك عن التكلفة إحنا بنتعامل مع إيش كلمات مفتحية Be careful كلمات مفتحية مدام عنا Costs تكلفة يكلف شو الحل بد يكون How much Be careful إذا هون مع التكلفة شو راح يكون How much سجلوها ملاحظة عنكم إذا من كلمة Costs في هالحالة عرفوا إنه إيش How much طيب مرو على البعديها لاحظ تقريبا نفس الأولى يعني Do you know تمام I've passed لاحظ My exam or not من يجي نتطلع طيب إنت راح يجيك خيارات إحنا من يجي نحكي F ولا weather آه لاحظ موثتين نفس الإشي آه بس حكينا نستخدم weather إجباري في حال لو كان في السؤال إيش or مدام عنا or فشو بكون الحل weather وليس F تمام فأتمنى تنتبه لهاي القضية تمام هاي المسائلات تنتبه لها لأنه or نضع إيش weather إجباري طيب مروح لبعديها Do you mind telling me for the library library اللي هي المكتبة مدام بسأل عن مكتبة بسأل عن مكان شو راح يكون خليجي نحكي الكلمة مفتاحية شو راح تكون راح تكون where مدام library اللي هي مكتبة راح يسأل على إيش لاحظ بسأل عن مكان مدام مكان نضع where طيب ننتقل لبعديها Could you explain I can solve this math problem لاحظ كلمة من فعل solve و problem solve و problem نسأل عن الكيفية كيف أحل تمام هيك بلغتنا كيف أحل كيف أحل فلاحظ من كلمة solve يحل تمام اللي هو الفعل solve و problem يحل مشكلة يحل المشكلة فإن شو بدأ تأخذ ها و إجباري تأخذ إيش ها و إجباري يعني ما بزبط أحكي مثلا هو من تمام ما بزبط أحكي where تمام لأن أنا بسأل عن الكيفية كيف أحل مشكلة فنضع إيش how نضع مثلا could you possibly tell me the Arabic teacher is هون عاقل مدام بسأل عن شخص عاقل سهل هاي شو نضع نضع هو نضع إيش هو مدام هون اسم عاقل نضع إيش نضع هو نروح لبعد مثلا do you know we اللي هي we'll know our results مدام نسأل هون عن فترة اللي هي فترة النتائج شو بتأخذ تأخذ وين تأخذ إيش وين our results نتائجنا يعني بسألك متى سنعرف تمام متى رح تطلع عن الهيكة بلغتنا تمام فهون results إيش تأخذ وين وآخر إشي لاحظ do you mind explaining هل تمانع في توضيح توضيح هون لاحظ إنه the sky sometimes looks red بقول لك هون لماذا أحيانا تبدو السماء اللي هي إيش باللون الأحمر أو الحمراء لاحظ فهون نسأل عن إيش why لماذا عن reason تمام كي بدأعرف explaining do you mind explaining وأيضا إيش بقول لك con looks تبدو ليش تبدو هيك بلغتنا تمام أعتقد أنه هيك أنا غطيت هاي الأفكار الرئيسية ومهم جدا لازم نعرفها في حال لو جبنا السؤال اللي هو فيه سؤال خيار من متعدد رح نعرف نتعامل وركز كيف بدأتعامل مع if وكيف بدأتعامل أيضا مع اللي هي wither وباقي الشغلات بسيطة جدا منحدد شو المقصود فيه the cost تاكله في how much مكان يحل مشكلة خلص how ولم يجي نحكي عن اسم عاقله إلى آخره ونسأل عن السبب بwhy طيب هسا ننتقل لسؤال التحويل وهو المهم سؤال التحويل لاحب أنا حولت من هذه الجمل لجمل التحويل عشان في حالة جملكيها في الوزارة نفسها copy based تعرف كيف تحل نفس المبدأ أول إشعة السرية خلينا نطلع كيف نحل can we take water إلى آخره طيب do you know do you know عرفنا إيش سؤال in there questions شنوع السؤال ما في دبليو أتش تلقائيا بكون إيش لهو yes أو no questions خلص نضع if من ثم إيش ما في عنا do does did خلص طريقة القلب على طول نفس ما حكي تلكو في الملخص نضع we من ثم كان ونكمل باقي جملة كما هي طيب وراء بعدها how much does this book cost please حكينا please excuse me تحذف تلقائيا ما إلها دخل في التحويل طب ليش برضو هن نحذفها لاحظ لأنه أصلا ال indirect question هو طريقة مؤدبة أصلا عشان إيش أتطرق لطريقة مؤدبة أسأل عن شيء بطريقة مؤدبة فهون لاحظ طريقة السؤال ال indirect تحل محل please تحل محل please فتحذف تمام ما في أي تعبير يدل على هيك إن تكون to be more polite إن تكون أكثر تهذيبا إنه نستخدمه لأنه أصلا طبيعة السؤال هو سؤال غير مباشر هو أصلا طرحه هو طرح تهذيب بشكل مؤدب فعشان إيكلها هذه الكلمات ما الهداعي نهائيا عند التحويل وما منحطها طيب منروح شنوع السؤال سؤال WH نضع كلمة مفتاحين نفس ما هي how much طيب عندنا do أو does أو did شو منعمل حكينا هنا ما في قلب شو منعمل هنا في تغيير على الفعل منغير على الفعل تدل وتحذف طيب does شو بتحكي لك بتحكي لك أنا الفعل اللي بعدي اللي هو مضارع بسيط لأنه الفعل مفرد دايما لأنه الفعل مفرد ضع للفعل s, e, s, i, s حسب نوعه فشو منحذفها نضع this book نفس ما هي والفعل cost يأخذ as طبعا فتصير costs وانتبهوا لقضية الفعل مع does or did بدون ما تحول الفعل راح تكون إجابتك غلط برون بعدها have I passed my exam or not do you know طيب لاحظ بحدد نوع السؤال سؤال قصير طيب قبل ما تيجي تطورد تضع if لاحظ انت شوف في or ولا لا ملاعنا or شو يكون الحل إجباري نضع كلمة whether be careful إذن be careful لهاي المأسألة نضع whether خلص حطي لك المفتاحي whether لأنه لاحظ ما في do do أو does أو did خلص طريقة القلب شو منعمل نضع I ومن ثم إيش have وممكن باقي جملكة ما هي طيب ورع البعديها حدد نوع السؤال WH نفسه لاحظ WH بعدين شو باقي do mind أيوة منيجي منتذكر مدام عنا mind شو لازم يكون بعدها تلقائيا telling me تلقائيا شو نضع كلمة إيش telling me ومن ثم منحول حسب إيش الترتيب والقاعدة الرئيسية تمام لأنه بعد mind شو حكينا نضع إيش telling me وثم منحل عنا WH نضع نفسها هي كلمة مفتاحية لأنه أي فعل مساعد أي فعل مساعد باستثناء do does date خلاص طريقة القلب فنضع subject the library وبعدين إيش اللاز البعديها how can I solve إلى آخره could you explain طيب منيجي نتطلع بلاش WH هي نفسك المفتاحية لأنه أي فعل مساعد غير do does date شو منعمل نقلب تمام طريقة القلب نضع I ومن ثم المال كان المادل بعدين إيش منكمل بقى الجمل كما هي البعديها نفس الإشي مثلا who is the Arabic teacher could you possibly tell me طيب هجي بتطلع بلاش WH هي نفس هيك المفتاحية هيك المفتاحية لأنه في عنا أي فعل مساعد بدون do does date خلاص طريقة القلب شو منعمل نحكي the Arabic teacher ومن ثم إيش نضع الفعل is البعديها نفس المبدأ كله لاحظ كل هذه الجمل نفس المبدأ من حلها أنه منيجي بنحكي when will we know مثلا أور اللي هي exam results do you know لأنه فعل لاحظ بلشت الجملة WH نضع WH نفس ما هي بعدين لأنه أي فعل مساعد باستثناء do does did اللي هي الفير to do شو منعمل طريقة القلب نضع we ومن ثم will ومنكمل باقة جملة كما هي هنا لاحظ جملة هاي نفس المبدأ مثلا why does the sky sometimes look red do you mind لاحظ دام ماين شو بيجي بعدينها verb ing وضعنا الverb ing أجاك السؤال بيحكي لك أنا بدي إياها ing نفس مو كان محطوظ السؤال الأول تمام شو منعمل خلص من حل تلقائيا سهل علينا بيقول تلقائيا خلص حل أنا ما بدي تلينج بس أنت حل لي على أي طريقة تمام اللي هي طريقة إيش اللي هي والتحويل العادية لأن why لاحظ نضع ال why في المفتاحية w h عندنا does أي نيجي نطلع do does did ما فيها قالي بطريقة قالي بشو فيها فيها تدل وتحذف تدل وإيش وتحذف تحكي لك does أنا البعدي أصلا بريز السيمبل لأنه دائما الفاعل لاحظ أنه دائما الفاعل مفرد ضع الفاعل الرئيسي s es أو es حسب نوع نيجي نطلع نضع هنا الترتيب نفس ما هو حذف نضع the sky sometimes لاحظ هاي الفاعل look شو يأخذ يأخذ s نضع looks ومن ثم read طب نروح البعديها لاحظ نمط هذا السؤال can you suggest a healthy breakfast طيب do you mind نحن نيجي نتذكر do you mind يجي بعد يجي بعدها verb ing تمام تحكي telling me اتذكر في عنا نمطين من الأسئلة اللي هو can you suggest وفعل please وفعل و me be careful هذو النمط حلهم ما في telling me طب شو في يوم يا أستاذ حكينا مع can you لاحظ نهذفها لأنه في عنا suggest can you suggest نهذف can you نضع suggest ing ونكمل باقة جملة كما هي طيب نروح البعديها عنا please help me to plan my revision طيب بيجي بيسأله do you mind طيب بجي بتطلع mind شو بيجي بعدها verb ing قبل ما تيجي تتورد تحكي telling me لا اتطلع على the structure بيقول لك please وفعل verb one base و me آه مع هاي الحالة شو بنحكي احنا حكينا نهذف please نضع للفعل الرئيسي ing ومنكمل باقة جملة كما هي طيب روح البعديها مثلا how can i relax هاي سهلة طبعا could you explain ميجي نحكي طلع علي ميجي نوع السؤال ميجي نوع السؤال ايش WH نزل WH الكم المفتاحية اي فعل غير verb to do شو بنعمل نقلب تلقائيا نضع i ومن ثم ايش اللي هي الموديل ومنكمل طيب هون نفس المبدأ لاحظ are we allowed to eat الى اخره do you know طيب اجب اتطلع شو نوع السؤال ما في WH معاته سؤال قصير سؤال قصير ما في OR نضع F هايك المفتاحية تمام شو بنعمل حكينا اي فعل مساعد باستثناء do does did كله عاي طريقة طريقة القلب يعني نضع ال W فعل ومن ثم ال R وبكمل باقة جملة كما هي برضو البعديها لاحظ كيف please tell me where you مثلا found that information do you mind نجي نطلع شو عندي mind ماين شو بديجي بعديها لاحظ بديجي بعديها ايش اللي هي دام بنيجي نحكي ايش telling me telling me بس حكينا قبل ما تتورط في عنا تركيبين في عنا تركيبين صيقتين من الاسئلة مع do you mind ايش هي لازم تبهلها اللي هي حكينا can you suggest وعنا please وفعل ومي لاحظ هون اصلا صيغة السؤال مركبة جازة يعني كيف احنا حكينا please verb 1 base شو منعمل نحذف لبليز نضع للفعل ing ومنكمل انا ما بديك تتلخبط كيف يعني يعني لاحظ حذفنا بليز اصلا telling اجد جازة اللي هي من telling بعدين me وبنكمل باقي جملة كما هي يعني انه ما بديك تلتخيم انه تيجي تحكي استاذ انه ليش حطينا telling me وإحنا دائما على صيغة please وverb 1 اه صح احنا اصلا حليناها هيك تمام حليناها هيك ليش لانه اصلا هم عطينا الفعل الرئيس يعني verb 1 بنحاوله ing هو telling فصار telling تمام فما خلفت القاعدة بغض النظر بس انا ما بديك تيجي تحلم على هذو تلقائيا telling me لا حسب الفعل نلتزم نفس ما حلينا please help me شو حطينا حدفنا please وضعنا للفعل ing helping هنا لاحظ هنا tell هو من ضمن structure أنا بالتزم في structure وليس بالفعل وليس بالفعل مع هذول الصيغتين الما بالتزم احنا بالفعل احط تلقائيا telling me لا احنا منيجي ونطلع حسب الفعل موجود منحط تمام طيب مروع البعديها مثلا does the exam start at 10 or half past 10 ايوه هذا السؤال منيح لاحظ كيف do you know باجي طلع بدأ وش بتحدد نوع السؤال شو نوع السؤال ما في WH مع سؤال قصير if or whether باجي بتطلع في or ولا لا لاحظ في or مدام or شو عندنا اجباري يجب ان نضع whether هي هيك المفتاحية طيب بعدين حكينا do does did هنا ما في طريقة القلب وانا حكينا تدل وتحذف لانه الترتيب جاهز بيجي طيب نيجي نتطلع عنا لاحظ does does بتحكي لك اللي بالفعل بعدي هو مضارع بسيط verb 1 لانه دايما subject بيجي مفرد تمام ضيف للفعل s es ou es بس هي كل فكرة فنضع the exam نفس ما هي start شو بتأخذتها وهم الأفعال s طبعا تمام ومنكم نكمل باقة جملة كماية مرال بعدينها مثلا could you explain the best way to revise i wonder طيب هجي بتطلع مدام ما في عنا wh وما في or خلاص تلقائيا if نجي نتطلع أي أي فعل مساعد باستثناء الverb to do شو حكينا طريقة القلب نضع you could ومنكمل باقة جملة كماية مثلا how much sleep does a teenager need every day do you know باجي بتطلع شو نوع السؤال wh خلاص نضع كلمة مفتاحين نفس ما هي how much طيب بعدين شو عندي السؤال لاحظ how much عندي does طب عندي كلمة sleep وين بد روح فيها يا أستاذ آه تذكر الملاحظة اللي عطتكم إياها حكينا لك how many how much who's which إذا تبحهم اسم مباشرة تكون كلها كلمة واحدة لا تنسى هذه الملاحظة لاحظ لأنه أجه كيف أنا بد أميز لاحظ قبل الفعل اللي هو الفعل المساعد في عنا اسم مع إيش أداتها مع عدوات الربط هذول معناتوا إيش يوضع كلها كأنها كلمة واحدة فبتصير how much sleep طيب انتهينا منها مروع داز داز شو بتحكي لك بتحكي لك أعمل الأفعال اللي ما في عندي طريق قلب الترتيب جاهز بطيك إياها بس غير على الفعل اللي بعدي البعدي بتش تحكي لك الفعل اللي بعدي هو إيش verb 1 اللي هو بمضارع بسيط بس لأنه دائما السبجكت اللي بعدي شو ماله مفرد ضيف للفعل اس اس أو اس فلاحظ نضع تينيجر وإن الفعل لأنه نيد شو يأخذ اس فقط نيد ومنكمل مرال بعدها how much revision should I do could you tell me لاحظ برجع بكرر على نفس الملاحظة اللي سابقة باجي بطلع محدد نوع السؤال WH خلص نضع ال-EH WH كما هي لأنه أجي بعديها اللي هي لاحظ اسم مباشرة نضحها كلها كلمة واحدة كلها ايش تكون كلمة واحدة فنضع ايش how much revision تمام لاحظ اي فعل مساعد باستثناء ال-Verb to do do does date خلص شو بتكون الحل طريقة القلب نضع I ومن ثم ايش الفعل مساعد ومنكمل طيب نروح البعديها please give me a glass of water لاحظ do you mind قبل ما تيجي تتورد تحكي telling me telling me باجي بتطلع على ال-structure هل هو كان يسجست ولا please وفعل verb ومن ثم me لاحظ اذا هذو ال-structure الثاني هايو please والفعل و me شو منعمل حكينا نحذف please نضع الفعل رئيسي ing ومنكمل باقة جملة كما هي طيب مروا البعديها is exercise better in the morning or in the evening طيب تمام بجي بحكي لك do you know كي بدي عرف اول اشي منحدد نوع السؤال شو نوع السؤال عندي زي ما انتوا شايفين ما في WH معناته ايش سؤال قصير if او whether نجي نتطلع في or ولا لا مدام عندي or شو نضع اجباري whether نضع اجباري whether be careful لهي المسألة بعدين مدام عنا اي فعل مساعد ما عادة لاحظ do does did بيحكيه لك انا حلني ع طريقة القلب خلص معدك المفتاحية نضع ايش subject كما اي طيب بروح البعدي how much exercise do i need could you tell me باجي بتطلع تلقائيها شنو على السؤال WH نضع WH كما هو لانه برجع بكرر لاحظ اجا بعد WH word الاسم مباشرة اللي هو شايف قبل الفعل المساعد هاي exercise نضح كلها كلمة واحدة هاي وضعنا كلها كلمة واحدة بروح الفعل المساعد شو عندي فين مساعد عندي do ايوة دو بتحكي لك لا تعكس الترتيب ما عندي انا طريقة تلقلب انا بغطيك الترتيب جاهز شو عندي عندي تدل وتحذف do حكي لها سؤال هدية احذف وكمل باقي الجملة كما هي فبتصير how much exercise I need طيب روال بعد ها how should I draw up مثلا time table باجي بروح do you mind لاحظ باجي بحل هل عندي structure حكينا في حالة ثانية هل بلشت كان يسجست لا هل بلشت في please وفعل ومي لا معنات شو بحل telling me خلص تلقين ما في هول اي شيء لجب نوضع telling me ومن ثم شو بعمل لاحظ منحط الكلمة اللي هي الكلمة مفتاحية للفعل للسؤال اللي هو لاحظ wh نضعها ونفس ما هي حكينا اي سوء اي اللي هو فعل مساعد غير الverb to do طريقة القلب فبتصير i should ومثم بكمل بقى الجملة كما هي هو نفس الاشي what do you mean by frequent breaks مثلا could you explain باجي بحدد شونه على السؤال wh باجي باع السريع بحط الكمية اللي هي wh كما هي عندي do اي ومني جي نطلع do does dead تحكي لك انا بعطيك الترتيب تدل وتحذف تدل وتحذف do حكينا هاي هدية نحذف do بعد كلمة مفتحية نحذف do ونكمل باقي الجملة كما هي دون اي تغير مرال بعدها مثلا is it too late to start revising now do you know باجي بطلع شونه على السؤال طلقائيا سؤال قصير ما في or if طيب باجي بطلع شونه عندي الفعل مساعد لاحظ اي اشي غير الverb to do معاتوا طريقة القلب بضعوا شي الفاعل ومن ثم هذا الفعل ونكمل باقي الجملة كما هي مرال بعدها مثلا please give me some advice about diet طيب باجي بطلع do you mind قبل ما تيجي تطورد تحكي telling me يتذكر في عندنا صيقتين لهم حل خاص فيهم لاحظ please verb one base me معناته شو بتحكي لك هاي الفكرة او لاحظ هاي المرحب يقول لك احذف please نضع للفعل ing ومنكمل باقي الجملة كما هي طيب بقول لك is it best to get up early or to revise late الى اخر at night طيب do you know باجي بطلع لاحظ بحدد نوع السؤال شنو عندي سؤال ما في wh خلص سؤال قصير معناته يا if يا wither باجي بطلع هل في عندي or اه هي or معناته شو الحل اجباري بدي يكونك المفتاحية اللي هي wither باجي بطلع شو عندي الفعل المساعد مدام ما عندي where to do خلص طريقة القلب نضع اول اشي subject it ومن ثم is وبعدين بكمل باقي الجملة كما هي بروح على البعدي ها مثلا where should i revise for exam could you tell me طيب هاجي بطلع شو عندي نوع السؤال wh اذا كنو مفتاحين نفسها اي اشي غير where to do طريقة القلب طريقة القلب شو بنعمل نضع ال i بعدين should بعدين اي اش بكمل باقي الجملة كما هي هون اعتقد هاي حلينا جملة قريبة عليها how much sleep do teenagers of our age need لاحظ كي بده حل مثلا do you know باجي بطلع وليشي شو نوع السؤال عندي سؤال wh wh اذا كنو مفتاحين نفسها اللي هي wh how much من نزلها لاحظ لانه اجا بعديها مباشرة noun اسم بتكون كلها كلمة واحدة بتصير how much sleep عندي do مدام عندي do بتقول لك انا تدول وتحذف حكينا do سؤال هدية ليش احذف do وكمل باقة جملة كما هي طيب بقول لك is it possible to improve your memory do you know باجي بطلع شو نوع السؤال لاحظ ما في wh مع سؤال قصير في or لا معنة f تلقائيا وضع لك المفتاحية اي اشي غير ال verb to do طريقة القلب is شو بتقول لك احلنا على طريقة القلب نضع subject is ومكمل باقة جملة كما هي مثلا what do you mean by mini mix طيب اذا باجي بطلع ايش بلش السؤال do you mind طيب باجي بطلع هل في هذي كي السغتين تكلمنا عنهم can you suggest أو please لا ما في طيب ما في عنا فعل اي جمعات شو لازم نضع نضع telling me نضع في البداية telling me بعدين باجي بحدد شو نوع السؤال زي ما شايفين wh اذا كلمفتاحين نفسها wh حكينا مع do what does what did بحكي لك انا لا تحني طريقة القلب شو امعطيك ترتيب جهز ولكن تدل وتحذف لاحظ do بتحكي لك احذفني وهذا سؤال هدية كمل باقة جملة كما هي فبتصير ايش what you mean by mini mix زي ما شايفين تمام mini mix طيب مرال بعديها what should i do on the day before the exam طيب could you explain بحدد شو نوع السؤال زي ما شايفين wh اذا كلمفتاحين نفسها اي هيا فعل مساعد غير الفرب to do طريقة القلب نقلب بعدين نضع i should ونكمل باقة جملة كمان هي بعدين where where you yesterday i wonder ركز هذا السؤال اول اشي منحدد لاحظ مش يجي طالب يلتخم بعدين يقول الستاذ where where a نفس اللفظ زي ما شايفين ولكن wh فعل مساعد فبي كارفول اذا السؤال ايش لاحظ السؤال بلش بwh اذا كلمفتاحين نفسها where بعدين اي فعل مساعد غير الفرب to do بقولك حلنا على طريقة القلب القلب طيب نيجي نضع you بعدين where ونكمل طيب هون نفس المبدأ مثلا are you waiting for the bus i wondered نفس الاشي شو منيجي نطلع شو نوع السؤال ما في wh معناته سؤال قصير ما في or خلص if هاي كلمفتاحية بعدين اي فعل مساعد حكينا غير verb to do طريقة القلب معناته نضع you are ونكمل طيب هون did you enjoy your holiday باجي بطلع i'd like to know طيب شو نوع السؤال ما في wh مع السؤال قصير ما في or if هاي كلمفتاحية بعدين باجي بطلع شو الفعل المساعد آه بتجي تطلع where to do لهي do does did شو حكينا تدول وتو حذف تجي تحكي لك هون الجملة انا بعطيك الترتيب جاهز ولكن غير على الفعل did شو بتحكي لك زم الفعل الرئيس اللي بعدش هو أصله ver to يعني حوله ver to فنضع you بعدك المفتاحية you حول الفعل enjoy لا ايش ver to enjoyed ومنكمل طيب how often do they go abroad could you tell me باجي بطلع شو نوع السؤال w h لنضع اذن how often نفس ما هي هاي w h طيب بروع على ايش لاحظ بعدين الفعل المساعد عندي ايش ver to do آه ver to do بقولك انا ترتيب جاهز باطقية بس تدل وتحذف do شو حكينا عنها سؤال هدية سؤال هدية احذف do وكمل باقة جملة كما هي دون اي تغيير مرال بعدين when was the company مثلا founded طيب بنروح have you got any idea طيب شو نوع باجي بتطلع شو نوع السؤال عند سؤال w h كلمة مفتاحية نفسها اللي هي هاي هاوين تمام بقولك اي فعل مساعد بعدين غير for to do ايش طريقة القلب فمنعمل نحوط اوشي the company بعدين ايش ال verb اللي هو helping verb was ونكمل باقة جملة كما هي طيب هون مثلا which platform مثلا does the train leave from باجي بتطلع would you mind اول ايشي باجي بتطلع would you mind طيب تمام قبل ما تيجي تضع telling me بتيجي تذكر في صيختين عنا تمام هالي كان يسجست لا please فعل me لا معناته وما في عنا اصلا معطيكي اللي هو verb انجي معناته هنا واجب عليك ان تضع telling me وضعنا telling me تمام بعدين منروح منحدد نوع السؤال لاحظ نوع السؤال عنا بلش بويتش دابليو اتش معناته الكلمة مفتاحية هي نفسها باجي بتطلع وبشدد كمان مرة بحكي لك اذا اجا how many how much which وهوز بعدينها النون مباشرة بتكون كلها كلمة واحدة فنضع which platform بعدين روح الفعل المساعد حكينا do does dead شو وظيفتها بتقول لك انا بعطيك الترتيب جاهز وظيفتي تدل وتحذف روح الفعل أنا does بعدي الفعل شو بكون الهو present simple verb one لانه دايما الفاعل بعدي مفرد ضيف اللو as es او is as is او is فلاحظ هنا نضع the train وبعدين ايش لانه leave شو ياخد es ونضع use ونكمل افرام طيب خلينا نشوف مثلا الاسئلة الوزارية منبلش مثلا عند هذه الصيغة بس انه للتذكير لاحظ للتذكير مثلا سؤال رقم 42 43 لاحظ كيف الاختلاف can you play the guitar would you might لاحظ باجي بتطلع هل في عندي can you suggest نفسون هل في فعل suggest لا معناته شو بحل لاحظ بحلها على الطريق اللي احنا ما عارفينها اللي هي بعد mine شو بدي يجي حكينا نضع telling me اجباري نضع شو telling me اجباري هاي وضعنا telling me طيب بعدين بروح بحدد نوع السؤال شو عندي نوع السؤال ما في WH معناته سؤال قصير حكينا ما في or خلاص F طيب بعدين مروح على الفعل المساعد حكينا اي فعل مساعد غير verb to do طريقة القلب بقول لك اعطيني subject ومن ثم الفعل كان وكمل باقي الجملة كما هي طيب روح للسؤال 43 لاحظ الاختلاف بقول لك can you suggest اتمنى كنت انتبهو a good restaurant in this part of the town do you mind حكينا would you mind او do you mind ما في اختلاف المهم لازم مش بعدين في 4 انجي متفقين على هذا الاشي بينما لاحظ بقول لك هون can you suggest تيجي تتذكر في عنا بوجود كلمة suggest can you suggest بهالحالة شو بنعمل نحذف can you نضع ل suggest ing وبكمل باقي الجملة كما هي فبي كيرفول لاحظ بين 42 43 و اختلاف خلين نبلش بالاسئلة الوزرية مثلا how can I get to queen alia airport by public transport طعم could you tell me حعرفنا انه ايش السؤال بقول لك انا in direct question could you do you الى اخر طعم اول ايش منحدد نوع السؤال شو عندنا النوع السؤال بلش WH معدتها السؤال طويل طيب كيف بدي اعرف الكلمة مفتاحية هي نفسة WH هي نفسة نضع how تمام مروح الفعل مساعد اي فعل مساعد كمان مرة منيجي نحكي غير الverb to do بقول لك حلنى ع طريقة القلب منقلب نضع ايش ال i وثم كان وبكمل باقي الجملة كما هي حتى لو كانت طويلة بهمناش لاحظة الجملة هاي مثل السؤال الوزاري كثير في الاسف في طلاب غلطوا فيها اللي صار يطلع هون واللي صار يحل هون انت ما الك شو كانت اللي هي خليجي نحكي كبر الجملة احنا ما انا فيها احنا انا بس اللي هي العملية عملي بسيطة مني نحدد نوع السؤال نضع كل مفتاحية نقلب تمام او نضع اللي هي حسب اللي هو الهلبنج كيف منحل تمام نفس ما اخذنا وبعدين خلص منكمل باقي الجملة كما هي نسخ لاحظ هون هل هنا اتضع بين اللي هي الهي 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 و كيف الهي الهي لاحظ كيف السؤال خلص عرف انو ايش اول ايش باجي بطلع بحدد نوع السؤال شو نوع السؤال بلش بايش هلبنج تلقائيا ما في عندي اور فالحالة بس اندفل في اور ما في اور نضع ايش كلمفتحية اف بعدين حكينا اي هلبنج بارب باستثناء لاحظ الهم الورب تدو بكون الحال ع طريقة القلب بس نضع ذير بعدين الاس وبكمل باقي الجملة كما هي منسخ نسخ ثم رو البعديها مثلا are students allowed to navigate the internet duning مثلا the open exam باجي بتطلع دينو لاحظ الجملة كيف طويلة طيب كيف بدي حليو استاذ الحل بسيط باجي او شي طلع بحدد نوع السؤال شو نوع السؤال ما في WH معناته سؤال قصير في اور ما في اور معناته اف نضع هاي وضع اف بعدين شو بعمل بروع الهلبنج نضع students بعدين are وبكمل باقة جملة كما هي مرال بعدها لاحظ كيف اسئلة الوزرية كلها سهل طيب بقول لك what can't we bring onto the plane طيب could you tell me طيب تيجي تطلع اول اشي شو نوع السؤال عنا سؤال WH معناته كلمة مفتاحية هي نفسها هاي WH تمام بعدين شوف بروع على الهلبنج نفس المبدأ انا بهمنيش مفرد اعفوا بهمنيش انذا مثبت او نفي انا ما بهمني بهمني انه ايش كيف اصيغه يعني كيف احطه في الترتيب مدام ايا هلبنج فار حكينا ايا هلبنج فار باستثناء الفار بقول لك حلني على طريقة القلب نضع الوي بعدين المفتاحية وي نضع الكانت ومنكمل باقة جملة كما هي مرأة بعدين هلاحظ what should i do on the day before the meeting طيب could you tell me باجب احد اوشي نوع السؤال نوع ايش السؤال عندي what بلش يعني w h معناته لكن مفتاحية هي نفسها طيب بروح وين على الهلبنج فار اي غير غير فار طريقة القلب نضع i should وبكمل باقة جملة كما هي حاب بنوه في حالة ويجاب لك اللي هي quotation marks يعني علامات الاقتباس نحذفها عند التحويل تمام ما في اقتباس يعني هذول بتشلوهم ما لهم داعي عند الحل فبي كارفول تمام اللي هي علامات الاقتباس بتشلوهم شايفين لما يجي نحل ما في علامات الاقتباس طيب بروح البعدي how much sleep do teenagers of our age need حالينا هضا في السابق could you tell me اوش منحدد نوع السؤال شو نوع السؤال عندي w h نضع ايش الكلمة مفتاحية هي نفسها w h لاحظ لانه اجا بعد how much how many which who's اسم تلقائيا نضعه معها كلها كلمة واحدة طيب بعدين عندي where to do لاحظ بروح الفعل المساعد where to do حكينا where to do بقول لك سواء do او does او did بقول لك انا معطيك الترتيب جاهز بس عليك انا تدل وتحذى في وظيفتي حكينا do اللي هي هدية ندحذف do ونكمل باقي الجملة كما هي بروح البعديها how can I fix this smart phone could you tell me لاحظ كيف هاي الاسل الوزرية نحدد نوع السؤال اللي هي WH نضع WH نفس ما هي ونروح على helping verb اي helping verb غير الverb بقول لك طريقة القلب نضع يعني اول اشي i بعدين الكن ونكمل باقي الجملة هون نفس المبدأ لاحظ how much does the cotton shared cost هاذا السؤال اجعي دور دور الصفية اللي هو زم تشايفين النمط الجديد وهون برضو على الدورة التكملية النمط الجديد الحالي طيب لاحظ كيف ننحل could you tell me منحدد نوع السؤال شو نوع السؤال زي ما تشايفين عنا WH نضع WH النفس ما هي how much طيب مروح على does لاحظ كيف ركزوا على الverb to do بشكل عام يعني طيب عنا does does شو بتحكي لك بتحكي لك انا معطيك الترتيب جاهز انا وظيفتي تدل وتحذف بتحكي لك الفعل اللي بعدي اللي هو present simple verb 1 لانه دايما السبجيكت لاحظ مفرد بعدي ضع للفعل s e s i s be careful حذفناها نضع the cotton shirt وللفعل شو يأخذ هو من الأفعال التي تأخذ s نضع costs be careful انسيت انك تحط ال s كل الجملة غلط مرال بعدها did she attend مثلا the meeting yesterday بنيجي من اطلع اول اشي بقولك could you tell me حددنا انه ايش in direct question لاحظ باجي بتطلع نوع السؤال شو نوع السؤال لاحظ ما في wh معناته خلص سؤال قصير في or عندي لا معناته ايش كي مفتحي f تلقائيا نضع ايش نضع f طيب بعدين شو مروع ال helping verb شو عندي helping verb عندي dead ايوة بنيجي من نتذكر وظيفة اللي هي verb to do do does dead بتقولك انا معطيك الترتيب جاهز ترتيب جاهز وظيفتي تدول وتحذف طيب dead شو بتحكي لك زمن اصل الزمن الفعر الرئيسي اللي بعدي هو ماضي بسيط يعني حوله لverb to فشو العملية نحذف dead نضع الشي لانه هون الزمن لاحظ لازم نحول لverb to بتصير attended وميكمل باقي الجملة كما هي فانتبه لموضوع اللي هي خنيجي نحكي لقضية اللي هي the verb to do بشكل عام do does dead انا لهون انهيت شرح كل ما يتعلق في هذه القاعدة اندارك questions حسب النمط الجديد حسب النمط الجديد ما في اسئلة رح تيجي بعد هيك زين بحكوها تمام بتمنى تكون استفدتوا وانشالله بشوفكو بفيديو اخر ويعطيكو الف عافية انشالله اشتركوا في القناة